من الجديد صباح الخير لكل اللي نضموا لمتابعة البرنامج وأولى فقراتنا بالأستوديو بدنا نحكي فيها ونتعرف على أمجد الكريمين وهو شاب هو عضو في هيئة شباب كلنا الأردن وجديد حصل وهو سفير الشباب العربي أيضا وجديد حصل على جائزة الشباب النموذج لعام 2017 في مجلس الشباب العربي رح نتعرف على أمجد أكثر شو التحديات اللي بتواجه الشباب الهيئات الموجودة للشباب شو بتقدم لهم وأيضا رح نتحدث على الجائزة اللي حصل عليها مؤخرا كيف تم اختياره وليش أهلا وسهلا أمجد صباحك سعيد صباح الخير أسئلة كثير أول شي بدأ أقول لك مبروك مبارك بعمرك يا رب اختيارك شاب نموذج في مجلس الشباب العربي لعام 2017 كيف تم اختيارك وعلى أي أساس وشو المعايير بداية أن يسعد صباحك وصباح كافة المشاهدين الكرام وزي ما اتفضلتي أنا أعمل بهيئة شباب كل أردن منصق لوحدة الشراكات والعمل التطوع هي أحد برامل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وهي جائزة الشباب النموذج وهي النسخة الأولى لهذه الجائزة والتي تمت من خلال التنصيق بين مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة والأمان العام لجمعة الدول العربية مؤخرا في القاهرة آلية الاختيار هي من خلال مجموعة من المعايير متابعة السجل والأنشطة للناشطين الشباب شهادات حية سجلت من عدد من المؤسسات إن كان مؤسسات وطنية أو مؤسسات دولية للمشاركين ومن خلال تعبئة استباني واستمارة ومن خلال مقابلات ومن خلال وجود لجني متخصصي من ممثلي من عدد من القطاعات من خلال المجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وجمعة الدول العربية تم ترشيح عدد من القيادات الشبابية وتشرفت أن أمثل المملك الأردني الهاشمي في النسخة الأولى وأن أكون سفير للشباب الأردني في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لعدة سنوات بلشت شغلي مع جائزة الشباب العربي للتنمية المتكاملة أو للمجلس منذ عام 2011 على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماع العقد في شرم الشيخ كنت أصغر المشاركين في المنتدى وتم التنصيق مع إدارة المركز بعدد من الفعاليات إن كان على المستوى المحلي أو على المستوى العربي ووفقت من خلال وجود الدعم من قبل إدارة هيئة شباب كل أردن وصندوق الملك عبدالله لتنفيذ عدد من الفعاليات على المستوى المحلي أو على المستوى العربي طيب احكي لنا شوي عن مجلس الشباب العربي شو هذا المجلس وين مقره وإم تتأسس شو يقدم للشباب العرب مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة هو أحد المؤسسات المجتمع المدني العاملة في مقرف القاهرة وهو أحد المؤسسات العاملة بشكل بتوازي مع منظمات المجتمع المدني بالجمهورية مصر العربية وتحديدا مع الأمان العام لجامعة الدول العربية إلو ممثلين بكافة الدول العربية بتم إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج بالتنصيط من خلال هناك مجلس إدارة وهناك ممثلين وصفراء للمجلس على مستوى الدول العربية وبتم في كل نهاية كل عام اجتماع على ضوء هذا الاجتماع يتم وضع خطة عمل على مدار عام مجلس الشباب العربي لديه مجموعة من المبادرات المميزة من أبرزها مبادرات إطلاق جائزة الشباب العربي وهذا السنة ستكون النسخة العاشرة لهذه الجائزة والحمد لله أن هناك زملاء سبقون من المملكة الأردية لها شمية بالحصول على هذه الجائزة من خيرة شبابنا التي نعتز ونفتخر فيهم أيضا هناك عديد من المبادرات تعلق بالمواطن الصالحة والمواطن الحقي من خلال تعريفنا بتراثنا تراث أصل عروبتي لهذا العام تمت ببداية مطلع الشهر ثلاث تمت عقد مبادرة بتتعلق بتراث أصل عروبتي وهدف تعريف الشباب العربي بالتراث كل واحد في بلده كل في بلده ولكن كمان بتم تعريف مثلا الأردني على الحضارة والتراث التونسي أو المغربي بتعرف على الحضارة والتراث القطري مثلا من خلال الخطة التي توضع نهاية السنة يتم تحديد أسبوع كل مرة وهو يعني هذا العام الثالث بيتم بالقاهرة بيتم عرض تجارب وعرض قصص نجاح ويتم التعريف زي ما تفضلت نسرين أنه بيتم التعريف كل بيعرف على تراثه وعلى عروبته وعلى أهم المؤسسات العاملة على مستوى الدولة من خلال هذا المؤتمر يتم عرض هذه التجارب من خلال التنصيق مع المؤسسات المعنية بهذا الخصوص ومجلس الشباب العربي بالتنمية المتكاملة يعمل من خلال التنصيق الدائم مع وزارات الشباب ومؤسسات المجتمع المدني الموازي للوزارات بالدول العربية تأخذ لقب صفير الشباب العربي ليس الأردني لا لقب صفير الشباب العربي صفير الشباب العربي يكون اختيار واحد أو يختارون أكثر أو يختارون عدد من الأشخاص وهي النسخة الأولى والتجربة الأولى بهذا المجال ونحن كنا ساعدين جدا أن الأمان العام لجماعة الدول العربي وافقت على طلب مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أن تتعمم هذه الفكرة على مختلف الدول العربية وأنه في كل سنة يكون بالتنصيق مع المؤسسات ومع الجهات الحكومية يكون فيه تنصيق لهذا الخصوص حتى أنه كل سنة نكون بدولة عربية ونكون بمجال آخر أكم دولة عربية بهذا المجلس؟ 22 دولة الممثلين هناك تنصيق على المستوى العربي الإفريقي كل أدية بتلتأوا؟ حسب الأجندة الأجندة بالسنة تقريباً يكون فيه ثلاث لقاءات لأعضاء المجال التنفيذية أو الأعضاء الممثلين للدول العربية وحسب الفعاليات وحسب البرامج ويتم عادة التنصيق على سبيل المثال اليوم أنا كأمجد كريميين وفي أصدقاء وزملائي بهذا من المملكة الأدنية على تسبيههم وبشراكتهم معنا جزء من وجود أنه نعمل أكشن بلان أنشطة مجموعة فعاليات ومجموعة برامج بالتنصيق مع المؤسسات ذات العلاقة داخل الدولة ويتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجلس كشباب ليس فقط في الأعضاء الهيئة الإدارية أو المنصقة لهذه الفعاليات كشباب أيضا أفراد منتمين لهذا المجلس مثلا في تواصل على السوشال ميديا بتتعرفوا على شباب آخرين بتعرفوا على بعض بتواصلوا مع بعض بتعرفوا حضرات الشعوب الأخرى من خلال هذا التواصل مضبوط اليوم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أسهلت الكثير الكثير هناك تواصل من خلال تويتر من خلال الفيسبوك في جروبات مثلا في صفحات من خلال الفيسبوك ويتم عرض الفيديوهات وأيضاً مطلوب من كل عضو بمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يعني إقامة عدد من الفعاليات التعريفية بالمجلس والترشيح بالتنصيق مع المؤسسات تعرف أننا نعتز ونفتخر بوزارة الشباب والرياضة وهي الممثلة الرسمية للقطاع الشبابي ونحن اليوم هناك تعاون كبير بيننا كصندوق الملك عبد الله وهيئة شباب كل أردن مع وزارة الشباب والرياضة فهي تنصيق بتعلق بالفعاليات لأن مجلس الشباب العربي من خلال تنصيق وتعاون مع جامعة الدولة العربية عادة الجامعة بيكون التنصيق مع الجهات الحكومية يعني الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني جميل جداً أنت بتقول لي اسم المجلس المجلس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أي جوانب بالتنمية اللي بتسوع أنكم تحققوها يعني من خلال مشاركاتنا بالعديد من الفعاليات التنمية المتكاملة يعني هدفنا رفع قابلية التشغيل لدى الشباب بحث عن مصادر توميل للشباب مناقشة الخطط اللي بتتم على المستوى الجامعة الدول العربية المتعلقة بملف الشباب المتعلقة بالمشاكل والتحديات اللي بتواجه الشباب العربي بشكل العام أو من خلال كل تنمية ذاتية بشرية تنمية ذاتية تنمية بشرية تنمية في المستوى التعليم تنمية على المستوى التعليمي المستوى الثقافي وأيضاً يعني فيه اهتمامات بما يتعلق في مجال الريادة والابتكار وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبتعرف هذا الجهد بده يعني بده عمل مع كافة المؤسسات على المستوى الجامعة الدول العربية هناك مثلاً تنمية سياسية كمان التعريف بالدستور كل واحد يعرف دستور بلده قوانين بلده قانون الأحزاب مثلاً أمور أخرى يعني يكون فيه وعي سياسي مثلاً بهذا الجانب بمعناية تنمية متكاملة فتخيل أنه رح تشمل كل جوانب واحدة من اللقاءات اللي بتم فعلى سبيل المثال على هامش جائزة الشاب النموذج تم عقد منتدى وتم عرض تجارب عن التجارب كل حسب دولته فكانت نحن المرة هنا كنا نتحدث عن الاهتمام الملكي بالشباب وقدش كنت أنا مبسوط بعمق الأسئلة اللي كانت توجه عن اهتمام جلالة سيدنا بالشباب وولي العهد كان الحديث في هذا المنتدى تحديداً بما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف ودور الشباب في مجابهة الفكر المتطرف فكل مشارك من دولة عرض تجربة دولته وشو فيه تحديات بتواجههم على هذا الصعيد وبتم زي ما اتفضلتي مناقحة الأفكار مناقشتها بتم تزويدنا بأوراق العمل بين الدول العربية بتم الاطلاع على تجارب الآخرين حلو جداً اليوم أنه نعرف شو تجارب المتقدمي شو تجارب الآخرين بما يتعلق بالعمل التطوعي بالعمل الشبابي وكله بالمحصلة يعني إحنا كشباب أردني واجبنا أن نعكسوا على مؤسساتنا الوطنية اللي بنعتزوا ونفتخر فيها أخذتوا مثلاً نموذج الثورات اللي صارت في بعض الدول العربية ليش صارت هيك وكيف صارت وين الشباب راحوا وشو الأخطاء وكيف نعكس هذا على الشباب مثلاً بعام 2013 مجل الشباب العربي للتنمية المتكاملة عقد مؤتمر وشارك فيه تقريباً ما يقارب الثمانين الشاب والفتاة من مختلف الدول وتم عرض تجارب وكانت الفكرة أن الشباب هم يقدموا أوراق العمل وكان فيه لجنة متخصصة وفيه خبراء من خلال الجامعة الدول العربية التنصيق مع جامعة الدول العربية تم مناقشة أوراق العمل وتم تقديم أوراق العمل وتم الخروج بمجموعة من التوصيات بما يتعلق ب الخطاب الديني الخطاب التعليم الخطاب السياسي وهي عبارة عن مجموعة من المقترحات تم تقديمها للأمان العام لجماعة الدول العربية على أساس أنها تكون ضمن أجندة الجامعة بالتنصيق مع المؤسسات الرسمية ما هي تحديات الشباب العربي؟ أبرز تحديا أنه اليوم التطرف والإرهاب في ظل الفقر والبطالة التهميش السياسي في بعض الدول العربية من خلال تجربتنا ومن خلال مشاهداتنا وطلعنا وأيضا عدم القناعة بالشباب كشباب إذا كانت نحكي بالمفهوم الجنبري قدرات الشباب اليوم المرأة لا تثق بالمرأة في صنع القرار وفي المسؤولية واليوم الشاب لا تثق بالشاب وهي كلمة حق إن شاء الله نحكي فيها نحن اليوم الأردن متقدمين ومقارنة مع الآخرين متقدمين بما وصل إلى الأردن وما وصلوا للشباب الأردني في ظل وجود مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني في ظل الحراك السياسي الموجود بالأردن وكانت من المفارقات أنه في ظل الربيع العربي أو ما يدعى بالربيع العربي أن الأردن تخوض ثلاث مهام صعبة بما يتعلق بالمجالس النيابي ومؤخرا المجالس البلدية أن يكون هناك انتخابات ومشاركة سياسية على أعلى مستويات الدولة وأيضا مجموعة التعديلات الدستورية وأيضا الاهتمام المباشر من جلالة الملك بالشباب منذ أن تولى سلطات الدستورية هذه كما من أحد القيم الفارقة بعملنا الشباب في الأردن والذي نعتزب ومفتخر فيه مسؤوليات التي ترتب عليك بعدما أخذت هذا اللقب والله المسؤوليات أنه أنا أعكس التجارب والخبرات نشتغل مزيد من العمل تنسيق الجهود مع مؤسسة اللي هي أنا بعتزوا وبفتخروا عبر شاشة التلفزيون الأردني بحيي كافة متطوعي ومستفيدي برامج هيئة شبابك الأردن وبحيي زملائي بصندوق الملك عبدالله وأيضا راح يكون فيه جهد مضاعف من خلال وجودي كطالب في جامعة الشرق الأوسط أنه نعمل على توسيع قاعدة المشاهد نعم بدرس بتخصص صحافة بجامعة الشرق الأوسط دكت نفسنا يا أمجد بالعكس أنت قدوي ومثل ونعتز فيك وانت قامات وطنية بنعتز كما يعني عهدنا بالتلفزيون الأردن اللي هو دائما وأبدا هو مصدر طاقة ومصدر إيجابي إلنا كشباب ودائما قصص نجاحه بنعتز ونفتخر فيها فجزء من هذا هو متابعة مخرجات الجلسات اللي تم عقدها متابعة عملي كممثل لمدلس الشباب العربي التنمية المتكاملة ومتابعة جهودي ودوري كمتطوع وكعامل وأنا كنت مبسوط أنك عرفتيني كمتطوع وأعتز أن أكون متطوع بهيئة شباب كلنا للأردن وأيضا في جهود أخرى بتتعلق بالمؤسسات المجتمع المدني لدي شراكة مع العديد من المؤسسات المجتمع المدني ربما كانت الانطلاقة من المحافظة الطفيلة الهاشمية التي أعتز وأفتخر أنني أحد أبناء هذه المحافظة الهاشمية فهذا الجهد إن شاء الله سنسعى لوضع خطة عمل قابلة للتطبيق ونتحدث مع الشباب نشرح لهم عن الفكرة الآن في مجموعة من الشباب سيتأهلوا لحصول على جائزة الشباب العربي لهذا العام وهي أحد مبادرات مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أنا أتمنى لك كل التوفيق بدراستك وبالمسؤوليات التي تترتب عليك الآن بعد حصولك على لقب سفير الشباب العربي وأيضا حصلت على جائزة الشاب النموذج لعام 2017 كل التوفيق أمجد كريمين ورح نظلنا متابعين معك إن شاء الله لأوين بتوصل شكرا لكم يا سيد صباحك ونشكركم على هذه الاستضافة ونشكركم على دعمكم الدائم للمتطوعين والشباب وأيضا لهيئة شباب كلنا الأردن شكرا لكم شكرا لكم